بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله المشتركين جدد نقولكم مرحبا بكم متابعين نقولكم دمتم اوفياء للقناة ان شاء الله فيديو اليوم يلقاكم بافضل واحسن حال وصفتنا لنهار اليوم وصفة سهلة وخيفة وخاصة لاصحاب الرجيم والوصفات الصحية بطريقة سهلة ومبسطة وهذه الوصفة راح يتم في الفرن وبلما نطول عليكم نبدأ مباشرة في المقادر نحتاجوا اول حاجة قطع من الدجاج تحبوا تديرو فخاض ولا تديرو صدر ولا وش حب لكم تومة ولا وش متوفر عندكم في البيت نحتاجوا كذلك زوج حبات بصل تكون اخضر ولا اللي عندو بصل العادية ديرو حبة مدورة ونحتاجوا كذلك زوج ورقة ترند وزوج في صوستون وكيما شفتوا نصف حبة انتع ليمون نبدأ اول حاجة نقطع البصل نديرو قطع كبيرة لانه لصوص من بعد راح ينرحوه يعني ما يهمش لطريقة انت تقطع تاحة المهم تكون قطع متوصل بهذا الحجم الرند والليمون والثوم نخلوهم لانبعض نزيد نكمل نقطع الحبة الثانية انتع البصل ونضيفوهم للقطع انتع الدجاج نزيدو نضيفو معهم عصر انتع ليمون انا هنا عندي نصف حبة انتع ليمون نضيفو كذلك زوج فصوص ثوم نقطعوهم كيما راكم تشوفو دوائر نزيدو كذلك نضيفو لها ملعقة صغيرة من الملح ونصف ملعقة صغيرة من الفلفلكحل نزيدو نضيفو لها كذلك ملعقة من لحام من الكركم ونصف ملعقة صغيرة من الكمون ونزيدو البابريكا وثلاث ملعق اكل من زيت العادي نخلطو هذه المكونات كامل مع بعض حتى يدخلو كامل في هذا التجاج تقدروا تخلوها تبات ليلى كاملة والغضوة تخدموها ولا تحضروها مثلا سباح تخدموها للعشية حتى تاخذ كامل النكهات الموجودة في التوابل بعد ذلك بالسكين نضيفو هاكذا فتوحات خفيفة هاكذا باش تسهل الطياب في الدجاج ونغطوها ونخلوها تريح شوية كيما قلت لكم تحبو ساعتين ثلاثة ولا تحبو تخدموها في الليل تطيبوها في النهار ولا تخدموها سباح تطيبوها للعشية هذي لكم الاختيار واذا عدتوا يعني مزروبين يعني ما عندكمش الوقت تقدروا تخدموها مباشرة ولكن كل ما طول كل ما تعطي للنكهة والبناء جيكم لها بعد ذلك نحتاجوا هذي الأكياس راهي متواجدة في السوق نحتاجوا زوج أكياس هاكذا هاكذا راح نفتح زوج أكياس نديرهم في وسط بعضهم هاكذا تضمنو باش الأكياس يعني ما تتقطعش نحطوه وحدة في قلب وحدة بهذا الطريقة هاكذا ونحطو فيها الأفخاذ اللي كنا حضرناهم وخليناهم تبلو مليح هاكذا نزيد ونضيفو هذيك التواب الكامل وقبل هذا راح نزيد نضيف لها كذلك تقريبا كاس ما عادي نخلطوهم ونضيفوهم في الكيس هاكذا وانا هنا كنت قشرت شوية بطاطا زي تضفتهم كذلك معهم هنا تقدروا تديروا أي خضار تحبوها انتوما انا هنا عندي شوية بطاطا حبيت نزيد نضيفها تقدروا تضيفو السنارية ولا جريويت ولا حتى البيضانجل يعني هنا الخضار تقدروا تديروا أي خضرة تحبوها كذلك البس بس يعطيها ثاني نكها ما شاء الله تقدروا تديروا الكرافس تقدروا تديروا أي خضار تحبوها انتوما أصحاب الرجيم الخضار عندكم أشكال والوين تقدروا تحطوا الخضرة اللي تفضلوها انتوما كذلك شوفلر كذلك ياسر ياسر الخضار تقدروا تضيفوها اختياري الخضار أنا هنا عندي شوية بطاطا قلت لكم حبيت نزيد نضيفها ونضيفو لها كذلك ملعقة كبيرة من المطارد هي نورمال ما نضيفها في الأول ولكن نسيتها وتفكرتها هذا وين لذلك ضفتها في الأخير ثم تقدروا تضيفوها مع التوابل في المرة الأولى نزيد ونضيفو لها كذلك شوية ماء هكذا باش تتحل ويعني تمشي مليح في الأصاص هكذا نزيد ونضيفوها كذلك ونضيفو ورق الرند اللي كنا كذلك وجدناه ديرو زوج ورقاس ولا ثلاثة نخلطوا المكونات هذي كامل مع بعض كيماركم تشوفو بهذا الطريقة هكذا باش يندمجوا كامل مع بعض وياخذوا كامل نفس النكا بعد ذلك نغلقوها بسلك يعني أو يتبع معاها وإذا ما عندكمش تقدروا تستعملوا السلك نتال حلويات اللي نغلقو به الأكياس نتال حلوة ولا نتال المكسرات كذلك را متواجدين في السوق ونحطها في سينية اللي تدخل للفرن والفرن يكون مسخن من قبل على ميتين درجة وقبل هذا نجيبو كوردن ونضقبو الكيس هكذا عدة ثقبات ونحطها الطيب تقريبا ساعة إلى ساعة ونصف هنا على حساب الحجم الفخاذ انتع الدجاج ولا على البطاطا أنا هنا البطاطا ما هيش كبيرة يعني متوسطة والأفخاذ كذلك متوسطين بدأتلي مدة انتع ساعة وانتم كل مرة ابتحوها وشوفو إذا لقيتوها طابة تخلاص هذه هي وصفتنا لنهار اليوم هنا بعد ما طابتها حنفتحها معكم تشوفوها والريحة ما نحكي لكمش يعني ما شاء الله ريحتها هايلا احنا راح يسخونة يعني كما تعرفوا راي هذا ونخرجتها من الفرن نأكدو على البطاطا والدجاج إذا طابو بعد ذلك نجيبو سينية لسدخل الفرن هنا اختياري تحبو تددو تحمروها في سينية الفرن البطاطا والدجاج ولا تاكلوها هكذا يعني إذا عاد الأكل تاكم صحي خلوها كما راها وكلوها إذا حبيتو تزيدو تحمروها هذه تبقى لكم اختيار وانا كنت زينت معها بشوية أروز كان متوفر عندي من قبل ولصص رحيتها بالبراميكسر وكانت على هذا الشكل وكما قلت لكم هذه الوصفة لكم الاختيار في يعني طريقة التقديم ولا طريقة الطهي تقدروا مثلا الروز تبدله تديروا البرغل ولا تديروا أي حاجة أخرى وكذلك الخضار تقدروا اضيفوا أي خضار متوفر عندكم ولا اللي تحبوها والوصفة أنت على الروز ولا البرغل اللي حب كذلك الطريقة ري موجودة في القناة هذه هي وصفتنا لنهار اليوم نتمنى تكون عجبتكم نتمنى نكون فتكم ولو بالقليل ما بقى لغير نقول لكم لا تبخلوا علينا بالإعجاب والاشتراك في القناة وفعلوا الجرس ليسي لكم كل جديد وبرتاجوا لتعمل فائدة والسلام عليكم